ده تقارير بانك مركزي 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 او 18 هار طيب توسعنا في الاقتراض الكاريجي المديونية النهاردة حوالي 170 مليار دولار زائد ان الفوائد بتزيد برة فطبعا خدمة الدين اللي هي الفوائد بتزيد معاك الدين ده عشان تعرف يعني مدى صورته سالة انا ما باخد قرض باخده فايدة سابتة لا لا ولا فايدة مركبة السندات بتبقى فايدة سابتة كوبون سابت انما في حاجات كتيرة قوي بتبقى متغيرة يقولك ليبر بلس زماني يعني السعر الاساس زائد واحد في المية او نص مئة او اثنين في المية عشان تعرف مدى خطورة هذا الدين تعرف ان هو مثلا دايما عندما تقس الدين الخارجي لأي دولة وتشوف هو مناسب ولا تشوف حجم الصدرات علشان ده اللي بيسدد بعده بيكلم عن الناتج بيكلمش عن الصدرات لا لازم خارجي الصدرات عشان ده الدولارات اللي حد جيلك فانت عندك ده ستة اضعاف الاحياتي بتاعي وستة اضعاف الصدرات او مصدر بخمسة واربعين صافي التصدير اصدقى لك التصدير برضو كتير يمكن خمسين في المية من الصدرات بتبقى مستورد لها اصلا عشان موادك هامو حاجات مندي فالمهم رقم رقم كبير ما هوش رقم صغير كمان انت المطلوب منك لما تحسب الجدول الكبير بتاع ميزان المدفوعات بتاعك التحولات المصريين في الخارج وقناة السويس والسياحة والصدرات وتطرح منها الاستيراد بتاعك والمدفوعات للقروض والكلام ده كله انت مطلوب من حضرتك حوالي 60 مليار دولار في الثلاث سنين ده واللي جاي واللي بعد بالظبط كده 20 مليار في السنة 22 24 25 بالظبط كده طيب ده كل ده قدى الى ايه قدى الى على طول ان موديز وفيتش طلعوا ان النظرة المستقبلية وثلاثة التصنيف طلعت ان النظرة المستقبلية للسوق الاقتماني في مصر يعني سالبة ب ب واحدة يعني انت عندك بي فيه 3 3 ايه وبعدين 2 ايه وبعدين ايه وبعدين 3 بي وبعدين 2 بي وبعدين بي قاع التقييمات وبي ماينس كمان فطبعا ده مؤلق مؤلق ده لانه لما يتقال انه بي ماينس بيحفز المستثمر بيحفز المقر لا بالعكس يخوفك يخوف المستثمر ده قدرتك الاقتمانية بقت بي ماينس نظرة مستقبلية سالبة وخدرتك ترجمة نانسي قنقر